لو عندي كراون من زيركونيا أو بريج من زيركونيا إزاي نقدر أشيل الكراون وعمله total removal طبعا كنا تطرقنا قبل كده وده طبعا سؤال من الأسئلة المهمة جدا كنا تطرقنا قبل كده في إزاي نناعرف الكراون بتاعي سواء كان نيثيم أو سيليكات أو زيركونيا وقلنا فيه طرق مختلفة إن إحنا نقدر نعرف أو determine الكراون ده إماكس أو زيركونيا لكن سؤالي هنا بيقول إزاي نناعرف أشيل الكراون بتاعي أو بريج لو كان معمول من زيركوني طبعا عزيزي نقول في الأول إن لو الرستوريشن بتاعتي معمول لها permanent cementation سواء إحنا اللي عمل لها cementation أو البيشنط قال لنا إن هي معمول لها permanent cementation سبيشيلي طبعا لو إحنا كنا عاملين قبل كده بريزين سيمنت هيبقى total removal للكراون دوت إنتكت هيبقى صعب جدا سواء كان بلايزر طبعا دفنت لي موضوع هيبقى تكنيك سنستيف فهنضطر إن إحنا نعمل total separation للكراون دوت لو عمله definitive cementation سبيشيلي لو كان بسلفة ديسة في ريزين سمنت أو حتى even بجلاس ايونمر أو ريزين مدفاع جلاس ايونمر وعمل له مزبوط فطبعا استخدام الليزر هنا غالي ما نهيبقى فيري ريسكي وغالي ما شاء بريديكت بالخالص زي في طريقة تانية طبعا فكرة لو نحنا نستخدم المانيوال كراون رموفر بس طبعا ده توتري فيه ريزك كبير فاستخدام كراون رموفر برضو يعتبر من التكنيكس اللي نوت ريكماندد ومش بريديكت والخالص فيه رموفر لكن احنا عندنا طريقتين ان احنا نشيل بيها الكراون المعمول من زركونيا even احنا هنعمل له طبعا باستخدام زير كاتر أو سبيشيال ستونز أو سبيشيال دايمونز معمولة من هاي أبريسفنس وهاي كاتنج بحيس انها تقدر تكت في الزركونيا with minimal invasive طبعا ليها aggressiveness وليها كورسنس عالي بحيس ان احنا نعمل فيها توتر موفل اللي هي زير كاتر بعض المانفاكتر بيريكماند استخدام ذات ستونز او ان احنا ممكن نستخدم بلاك دايموند ستونز بلاك دايموند ستونز طبعا تكون نيو ستونز بحيس تدينا برضو الكات بتاعتي أو السيباريشن بتاعتي كليم كات او ممكن طبعا نستخدم استخدام اخر وهي راوند كاربايتس راوند بير كاربايتس بحيس انها بتعمل كراكينج في الزركونيا دي الطرق المختلفة ان احنا نقدر نشيل بها الكراون زركونيا لو معموله طبعا توربنينت داو دافنت في سمينتشن برازنت سمينت او غلاس آنمر لكن طبعا لو كان الكراون داو اتملزوغ بتمبري سمينتشن فالرموف البتاع بيكون بيستخدام طبعا مانوال سكيلر او اكسكابيتور موضوع بيكون فيري ايزي صحو بيكون مند طبعا لو فيه اي رسك في الكراونز نحن نعمل له سمينتشن تامبري او حتى ايبن لونج ترم تامبري سمينتشن